مزعجي هنا فضائح الأكل الصيني أجزء الثاني خوش واحد انتشرت إشاعة أن الصينيين يصنعوا بيض مخشوش يصنعوا صناعة والإشاعة طلعت صح شكله يشبه البيض الحقيقي لكن بتكتشف أنك انخدعت ونلعب عليك لما تبدأت قليل ريحته كيميائية كريهة معفنة وعشان تتجنب تأكل هذا البيض لو رحت الصين لا تشتري البيض الرخيص هو هذا أبو ريحة اثنين شركة تصنيع بلاستيك سماد وأسمنت قررت تصنع حليب أطفال وباعته بأسعار رخيصة وبعد فترة اكتشفوا أن هذه الشركة قاعدة تصنع الحليب من مواد تستخدمها نفسها بصنع الأسمنت والسماد لكن للأسف اكتشفوا هالشيء بعد ما توفي عدة أطفال مسكوا المسؤولين وتخلصوا من كل الحليب وأغلقوا المصنع للأبد وأخيرا أنهار من الأسماك الميتة يلاقوها كل فترة في الصين وما حد يعرف الأسباب للآن عندكم تفسير لهالشيء؟ اكتبوا لي اكتبوا لي الله يخرب اشتركوا في القناة